مجددا يؤكد إقليم كردستان العراق أنه سيمضي قدما في إقامة الاستفتاء على استقلال الإقليم في الموعد المقرر في أيلول سبتمبر المقبل يأتي ذلك بالتزامن مع توجه وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في الإقليم يتوجه إلى بغداد لبحث قضية الاستفتاء إصرار واضح على إقامة هذا الحدث رغم وجود أصوات كردية تدعو إلى التريث ومع رفض القوى الإقليمية للخطوة ممثلة بتركيا وإيران فضلا عن الحكومة العراقية المركزية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نبحث في هذه الزيارة وتبعاتها على الاستفتاء الكردي نرحب بضيوفنا في هذا الحوار من بغداد معنا أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي ونرحب من أربيل بالكاتب والباحث السياسي أنس محمود ونرحب أيضا من إسطنبول بضيفنا من هناك الباحث في معهد إسطنبول الفكر بكير أتجان إذن نذكر أيضا بأنه بإمكانكم المشاركة في الحوار مشاهدينا من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك لسكاي نيوز عربية ورحبوا مجددا بضيوفي يسمحوا لي أن نبدأ من أربيل مع أستاذ أنس محمود لنبدأ بهذا الوفد الذي يريد الذهاب في بغداد لبحث هذا الموضوع هل هو وفد تقني؟ هل هو وفد سياسي؟ على أي مستوى؟ ولماذا طالما أن الإقليم مصر على إجراء هذا الاستفتاء يرسل هذا الوفد في هذا التوقيت؟ تحية لك وليظيفك الكريمين سيدي الوفد هو وفد سياسي يتكون من أغلبية الحزاب في كردستان وظيفة أو مهام الوفد هو التوصل إلى حلول والتفاوض حول موضوعي الاستفتاء وموضوع استقلال كردستان مثل ما تعرفون توجد ملفات كثيرة عالقة بيننا وبين المركز ونحن منذ البداية وعندما أعلننا أننا موضوع الاستفتاء كنا نصر على أن هذا الاستفتاء يجب أن يكون عبر بغداد وأن يكون بشكل سلمي سلس بدون الوجوء إلى لا التشنج المسلح ولا التشنج السياسي وهذا هي مهمة الوفد الذي ذهب الآن اليوم إلى بغداد وقبل ساعة تقريبا كان في اجتماع مع سيد حيدر العبادة رئيس الزراء العراق طيب إذن هذا لشرح الموقف أستاذ أنس هل هذا ما فهمنا؟ أخي الكريم أكو شغلتين موضوع الاستفتاء أقر بالنسبة لحكومة كردستان ولشعب كردستان ولا تراجعا بأي حال من الأحوال سنتفاوض وسنتباحث مع بغداد على القضايا على أسباب ذهابنا الاستفتاء والاستقلال وعلى الملفات العالقة بين الطرفين لأن مثل ما تعرف هناك ملفات كثيرة نحن نريد أن نكون جارين جيدين إن كنا قد فشلنا في أن نكون ضمن دولة واحدة منذ 2003 ولحد الآن فأتصور أن نستطيع أن نكون جارين ممتازين يعني فقط استطراضا هذا الوفد لن يناقش موضوع الاستفتاء كاستفتاء لأن القرار التخذ يمكن أن يناقش لماذا الاستفتاء وأيضا الأمور الإجرائية في الأماكن التي سيجرى فيها لأنه في أماكن متنازع عنها عليها أليس كذلك؟ أخي الحبيب لا تراجع عن موضوع الاستفتاء بالمطلق يعني حضرتك والإخوة والمشاهدين مطلعين على الموقف الأمريكي وموقف دول المنطقة والموقف العراقي لكن مع ذلك نحن نعرف أننا إذا تأخرنا أكثر فالنتائج ستكون سلبية أكثر مما تكون إيجابية في حال أجلنا الاستفتاء طيب أذهب إلى بغداد مع دكتور حسين علاوي برأيك هل يمكن لبغداد أن تستفيد من هذه الزيارة من هذا اللقاء من هذا الحوار أم أنه طالما أن القرار قد اتخذ قرار الاستفتاء وموعده فإن الحوار الآن ليس له أي معنى ربما ما رأيك؟ المثال الخير عليك ومثال خير على ضيوفك الكرام والمشاهدين سكاي نيودز حقيقة الموضوع الآن هي فرصة للحكومة في أن تعبر عن وجهة نظريها تجاه قضية الاستفتاء قضية الاستفتاء قضية مهمة تؤثر في مستقبل العراق بعد الانتصار على كيان داعش الإرهابي لكن بالمقابل نشاهد أن الأخوة الكرد ذهبوا بهذا الاتجاه وهي قضية الاستفتاء وبالتالي الحكومة العراقية ستوضح رؤيتها إلى الوفد للمجلس الأعلى للاستفتاء الذي يزور بغداد حاليا واجتمع مع السيد الرئيسي وزراء خلال الساعة الماضية وسيجتمع كذلك مع القوى السياسية ولديه كذلك خطة على ما يبدو للاجتماع بكل الممثلين دبلوماسيين في العاصمة الاتحادية بغداد وبالتالي أتوقع أن الحكومة العراقية ستستخدم الرأي الأمريكي الذي نصح حكومة تقليم كردستان بتأجيل الاستفتاء وليس في وقته الموقف الأمريكي حقيقة واضح وداعم إلى الحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية كذلك تقول أن الحرب على كيان داعش الإرهابي والقضاء عليه هي الأولى حقيقة من كل شيء لكن تبقى أبواب الحوار والتفاهمات ما بين السلطة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من جهة والسلطة الاتحادية والقوى السياسية الممثلة لإقليم كردستان من جهة أخرى وأنا اليوم حقيقة شاهدت في السوشال ميديا لحد الآن لم يثبت حقيقة صحتي أو كذبي أو يعني الورقة الخاصة بالاستفتاء الآن التي نشرت الآن في السوشال ميديا تقول أنه ليس فقط الاستفتاء هو خاص بالمناطق التي تمتلكها قليم كردستان وتمثل المحافظات الثلاثة وأنما المناطق المتنازع عليه والمناطق المتنازع عليه تطبق المادة 140 من الدستور التي لا بد أن تطبق أو قد لم تطبق في الفترات السابقة أو ستطبق في هذه الفترة الحالية وهذا بالتالي ما يفسر لنا المشهد وهو إصرار الأخوة الكرد على قضية الاستفتاء وقضية الاستفتاء لحد الآن لم يتفق عليها لا السلطة الاتحادية ولا القوى السياسية العراقية مع الجانب الكردي وبالتالي كذلك حتى التمثيل السياسي للوفد الذي أتى إلى العاصمة بغداد من شخصيات سياسية مرموقة لكن بالمقابل لا تمثل الخط الأول في القيادة الكردية وهذا ما يجعل حقيقة الموضوع فيه علامات التخفيف من حدة التصعيد والذهاب إلى الحوار وكذلك الاستفادة والاستناس بالرأي الأمريكي الذي دعا إلى أن نركز على الحرب أكثر ما نركز على الاستفتاء طيب ساذب الآن إلى إسطنبول ما سيد بكير أطجان سيد بكير دائما عند الحديث عن هذا الموضوع التركيز دائما يكون على موقف الولايات المتحدة المولايات المتحدة يبدو أنه عندها مشكلة في التوقيت أكثر من مشكلة في الحدث نفسه في الاستفتاء الإجراءه ولكن ماذا عن تركيا؟ يعني تركيا كان موقفها دائما ضد استقلال إقليم كردستان العراق لكن في علاقات ممتازة تجمع الآن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني البعض يصفه بأنه حليف مهم لأنقرة وعلاقاته ممتازة مع الرئيس رجب طيب أردغان لماذا لا يبدو أن السيد مسعود البرزاني مهتم كثيرا برأي أنقرة هل رأي أنقرة يعني إعلامي وليس ضاغط بشكل حقيقي؟ يعني أولا يجب أن نعرف جيدا صحيح علاقة أردغان مع برزاني جيدة ولكن علاقتنا مع أكراد العراق جيدة جدا أيضا كشعب لأن المكون الكردي في العراق معظمهم أقرباء لنا في تركيا لأنه امتداد طبيعي تاريخي جغرافي ثقافي لبعضنا البعض لذلك لا نستطيع أن نكون ضدهم ولكن هنا الأمر يحتاج إلى بعض الأمور في مثل بالعربي أو بما معناه يستعمل كثيرا استوت المحشاية بيقولوا لا لسه بد غلوي هنا أيضا الأمور لن تكون بهذه السهولة جاهزة للاستفتاء وخاصة ما يحصل الآن في شمال العراق لعدة أسباب يعني على سبيل المثال كما ذكر ضيوفك الكرام قبل قليل بأن إذا ذهبنا إلى الحكومة المركزية لم توافق لعدة أسباب وطبيعة تركيا تشارك في هذا عدم الاتفاق لأن ما زالت في مناطق المتنازع لها كثيرة والقانون معروف بأنها يجب أن تحل أولا ثانيا والتي هي أهم أيضا إلى جانب هذه المناطق المتنازع داعش مسيطرة على المناطق المتنازع لها فأعطيك مثلا كاركوك معظم سكانها تركمان إلى جانب العرب والأكراد المنطقة الحويجة والتي هي عدد كبير منها عرب والآن تحت سيطرة داعش فإذا صار هذا الاستفتاء فكيف يكون في هذه المناطق إذن هنا الحكومة يعني شمال العراق تتسرع في أخذ هذه القرارات لكي تجعل الأمر لصالحها هذا السبب أقول بأن الأمور لن تستوي بعد لذلك تحتاج إلى الوقت إلى جانب المناطق الأخرى التي تسيطر عليها قسما داعش وقسما لا توجد فيها أمن واستقرار حتى من الحكومة المركزية أقصد الشرطة والجيش العراقي لن تستطيع أن تسيطر بما فيها البشمرقة أيضا غير مسيطرة على كل هذه المناطق فإذن كيف سوف تكون هذا الاستفتاء إذن هنا لابد أن تكون ألعاب داخل ألعاب في هذا الاستفتاء ولا تكون لصالح شمال العراق ولا لصالح الحكومة المركزية للعراق ولا لصالح الأكراد أيضا ولا لصالح المكونات الأخرى وعلى رأسها طيب اسمحي أستاذ بكير أتجعل أن نعرض بهذه المراحبات الواضح إلى سيد أنس محمود في أربيل سيد أنس فعلا حتى إجرائيا القرار السياسي تأخذ لكن إجرائيا في مشاكل على الأرض في مناطق فعلا ما زالت تحت سيطرة داعش في مناطق التي متنازع عليها كما قال الدكتور حسين علاوي تابع لمادة 140 وبالتالي حتى في مناطق يصعب عليك أن تنفذ الاستفتاء على الأرض هناك ماذا عن هذه المشاكل الإجرائية قبل أن أسألك عن أمور سياسية أخرى؟ أخي الحبيب بالنسبة للمناطق التي كانت تسمع مناطق متنازع عليها نحن ظلينا من 2003 ولحد فترة قبل هجوم داعش ننادي سلطة المركز بوجوب حل هذه المشكلة وتطبيق المادة 140 وأنتم حضراتكم والمشاهدين المطلعين على كيفية تلاعب حكومة المركز بهذه المادة إلى حد أن وصلوا وكانوا يقولون بأن المادة 140 قد انتهت وهي محددة بفترة معينة بعد سيطرة داعش على بعض المناطق هذه وتحرير البيشمرقة لها نحن الآن أمام حالة معينة تنص على أن المناطق التي كانت تسمى مناطق متنازع عليها والتي هي مناطق كردستانية تاريخيا وسياسيا وجغرافيا هي الآن محررة ومستطف فيها الأمن تماما ولا توجد أي مشاكل في إجراء الاستفتاء فيها الاستفتاء سيكون بالقبول أو بلا أو نعم للدولة الكردية إذا في هذه المناطق المستقطعة كان الأغلبية للإخوة الغير راغبين في تشكيل دولة كردية فهذا تظهر في النتائج يعني الاستفتاء هذا سيكون استفتاء أين في استفتاء واحد؟ استفتاء لأغلبية أو لعائدية هذه المناطق واستفتاء بأخذ رأيهم في موضوع استقلال كردستان بس أحب أن أنوه على الموقف التركي تركيا تعرف جيدا أن إقليم كردستان منذ الواحد السعين ولحد الآن وسنظل جار جيد لكل هذه الدول عندما كنا في التسعينات لم نكن بشكل سياسي إقليما سياسيا محددا كان الأمن القومي الوطني لتركيا محافظ عليه بالنسبة لنا نحن في إقليم كردستان وهذا ما تأكد بعد 2003 أيضا يعني بعد أن تحولنا إلى إقليم رسمي معتربي في العراق أتصور من ناحية إقليم كردستان لم تتعرض تركيا إلى أي تهديد في أمنها القومي يعني هم قولوا حزبنا مع الكردستان كان موجود في بعض المناطق نعم نعم هذا لا يعني أننا ضد مطالب إخواتنا الكرد في كردستان تركيا لكن نحن لن نكون لا بالنسبة لإيران ولا بالنسبة لتركيا معرقل أو مستفز مصدر استفزاز وخطر وتهديد لها بالتأكيد سواء أو حتى عندما نتحول إذن التخوفات هذه تخوفات مبالغ بها قليلا أنا لا أتمنى أن تركيا أو حتى إيران يبالغون في تخوفات نحظ معي أن أستاذ بكير أطرجان عندما نعود له هناك تغير في لهجة الخطاب التركي لا يتحدث عن تخوفات وأنه ما يتحدث عن مشاكل إجرائية وأنك الطبخة لم تستوي بعد يعني ممكن تستوي بعد فترة نحن متأكدين أنه في أنقرة هناك ساسة يفكرون بعقولهم طيب اسمح لي سيد أنس سنعود للاستكمال الحوار لكن لدينا بعض التعليقات من مشاهدين حول هذا الموضوع تجملها لنا الآن شونتان تفضل نعم يوسف سنبدأ من مشاركة أولى تقول ما قبل استفتاء أقليم كردستان عراق شيء وإذا حدث الاستفتاء شيء آخر المنطقة كلها ستغلي يعني بمجملها التغريدات ذهبت في هذا الاتجاه يوسف تغريدة أخرى استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق يعني أن رحلة تقسيم العراق قد بدأت ورأي ليس بعيدا عن التغريدة الثاني الإصرار على استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق أول مسمار في نعشي وحدة العراق وتغريدة أخيرة حول هذا الموضوع فيها استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق هو بداية لاحتقان جديد في المنطقة بمباركة أمريكية مما يعطي مثالا يحتدى به فيما بعد لكيانات وجماعات أخرى للانفصال شكرا جزيلا لك شونتان على هذه التعليقات أعود هنا أيضا قبل أن أذهب لبغداد أيضا معك أستاذ أنس اسمح لي معلش ويسامحني ضيوفي باختصار شديد حتى نفتح مجال نقاش آخر يعني فيه خبر لصحيفة الحياة هنا يقول بأنه اتصال بين البرزاني ووزير الخارجي الأمريكي طالب فيه البرزاني بضمانات أمريكية في حال تأجيل موعد الاستفتاء يعني نستشف أنه موضوع الاستفتاء نعم فيه استفتاء لكن تأجيله مطروح إذا كان فيه ضمانات أمريكية وتيلرسون أوصى بمفاوضات بين بغداد وأربيل واللجنة تذهب الآن نعم نعم التفسير هذا الخبر طبعا الخبر هذا من ثلاثة أيام أربعة أيام ليس خبر جديد البارزاني يضع مسؤولية أي تأجيل على عاتق الدول المتحفظ على الاستفتاء لأنه يعرف جيدا أنه لا أمريكا ولا تركيا ولا إيران تستطيع إعطاء أي ضمانات حول موضوع العلاقة بين كردستان وبين المركز يا أخي الآن في العراق ليست هناك دولة يعني لنكن صريحين هناك الآن إحنا من الالفين وثلاثة ولحد الالفين واربعة عشر بس أسمح لي في هذه النقطة لحد الالفين واربعة عشر كنا نعيش في دولة ديكتاتورية طائفة الآن ديكتاتورية طائفة هذه تحولت إلى ديكتاتورية ميليشيات طائفية فالوضع من سيء إلى أسوأ وليس هناك أي بادرة أمل لا بالنسبة للكرد ولا حتى بالنسبة لآخرين على فكرة ليس فقط الكرد مقبلين على الاستفتاء والاستقلال تأكد أنه إذا الأمور مشت بهذا الشكل في العراق وبهذا الجهل السياسي لبعض الساسة في بغداد لبعض الساسة حتى المكون السني بعد سنوات سيطالب بالاستقلال لأنه أنت مستحيل تضحي بمكون كامل من أجل أن تحافظ على وحدة بلد البشر أكرم من أن نتوضح به من أجل حدود رسمت بواسطة مستعمر هذه نقطة منطقية أخي الكريم دكتور حسين علاوي في بغداد ماذا تقول هنا؟ هل تأجيل مطروح بضغط أمريكي أو كما قال أستاذ أنصي تتحمله الدول التي تريد التأجيل في هذا الإطار؟ وما رأيك في من يقول بأنه هي ربما خطوة لها علاقة بالسياسة الداخلية في إقليم كردستان لأنه في مشاكل سياسية وبالتالي هذه الورقة أكثر من طرف يلعب عليها لكن الكل يعرف ضمنيا في إقليم كردستان العراق ربما أنها خطوة صعبة التحقيق ممكن تتحقق لكن ليس في سبتمبر المقبل ما رأيك؟ أكيد أتفق معاك كثيرا في النصف الثاني من تساؤلك حقيقة أنها أزمة داخلية يحاولون الأخوة الكرد يصدروها إلى الواقع العراقي وأنا أتحفظ حقيقة على الأخ الذي تحدث عن الوضع الآن بعد ثلاثة سنوات من الحرب والتحولات السياسية الكبيرة التي قادها السيد رئيس وزراء دكتور حيدر العبادي في تعامله مع كل المكونات العراقية وفي مقدمتها قضية التعامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة تقليم كردستان أتوقع هناك تغير كبير وهناك انفتاح عالي جدا من قبل نجاح الحكومة المركزية والدولية انفتاح كبير وحتى الأخوة الأتراك تطور حالي جدا أستاذ حسين اسمح لي في فرق بين أن تنجح حكومة بغداد المركزية إذا كنت سمعني أستاذ حسين سمعني المشكلة الأساسية الآن تسير أستاذ حسين اسمح لي لو سمحت بس في فرق بين أن تنجح حكومة بغداد المركزية بالتعاون مع أقليم كردستان في حرب على داعش وأن تنجح في حل مشاكل منذ 2003 قائمة على موضوع 140 على موضوع الرواتب على موضوع النفط على موضوع كلها قائمة يعني الآن النجاح المؤقت في موضوع محاربة داعش لا يعني أن بغداد غيرت من أسلوب تعاملها مع أقليم كردستان العراق في المواضيع الأساسية التي تحدث عنها أستاذ أنس نعم يا سيدي سيتكلم معك بالحقائق والأدلة وليس تكلم معك بكلام مفتوح حقيقة بدون حقائق السيد العبادي ورث أرث كبير جدا من تضخم المطالب من الأخوة الأكراد تجاه الحكومة الاتحادية هذه واحدة وبالتالي ورث قضية الاسباط 10% في الموازنة وين تتصاعد أو يراد أن تتصاعد إلى 20 إلى 22% من الموازنة الاتحادية هذه واحدة قضية المناطق المتنازعة نعم هذا صراع مفتوح فيما بعد مرحلة التحرير القضية الأخرى قضية الرواتب وهو ما دع السيد العبادي قال أنه عندما نضع رقما للإنتاج النفطي لإقليم كردستان وكركوك يجب أن يساهم بإنتاج النفط حتى يؤسس إلى الموازنة الاتحادية وعلى أثره كلما تسلم كميات من النفط وتضخ وتباع عبر الجارة التركية بالتالي سنقوم بإعادة هذه الأموال إلى الموظفين لكن أن تأخذ حصة مالية وأن لا تعطي النفط الذي تتعهد بإعطائه باتفاق مشترك يرعاه الجانب الأمريكي حقيقة بين الحين والآخر هذه مشكلة كبيرة والمشكلة الأخرى الحكومة الاتحادية تريد بيانات هذه البيانات للموظفين حتى على أساسها تعطي رواتب والمخصصات الحكومية إلى هؤلاء الأخوة الموظفين في حكومة قليم كردستان وهذه بالتالي حقيقة نحتاج إلى الشفافية في هذا الموضوع والذهاب إلى قضية الاستفتاء وقضية حقيقة الضغط بهذا الاتجاه العراق الآن حقيقة علينا أن ندرك كذلك أن هناك تحول في السياسة الداخلية من الطرف الحكومي وليس من القوى السياسية العراقية ذهب زمن القوى السياسية التي تتنازل عن حقوق الشعب العراقي لطرف تجاه طرف آخر أتوقع الآن هناك توازن وهناك إدارة أو رغبة بالإدارة بنمط جديد للإدارة الحكومية لكن بالمقابل الأكراد فاجأونا حقيقة بقضية الاستفتاء فلننظر إلى قرارات مجلس الأمن تدعو إلى وحدة العراق والموقف الأمريكي واضح الموقف التركي واضح الموقف الإيراني واضح وحتى الموقف للاتحاد الأوروبي واضح وبالتالي كل هذه الدول تدعو الأخوة الأكراد لإيجاد آلية لحل هذه المشاكل التي تحدثت حضرتك لها ولكن بالمقابل لحد الآن لم نرى إشارات فعالة جدا في هذا الموضوع سوى إشارة السيد البارزاني في مكالمة الهاتفية مع السيد وزير الخارجي الأمريكي طيب سريعا سيد بكير أترجان ممكن توضيح طيب تفضل توضيح أنا بس باختصار شديد حتى أذهب لإسطنبول نعم نعم على نقطة تاركة العبادي أخي الكريم الضيف الكريم في بغداد يظهر أنه غير مطالع على سلسلة الأحداث بس ما بدأ ندخل في سجال الآن موضوع الخلفات القديمة لا 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 عندما تولى العبادي رئاسة الوزراء كانت الموازنة مقطوعة تماما عن نقليم كردستان فلا حصل 17% ولا 20% ولا حتى 10% كان هناك تفاوض عليها هناك جراء اتفاق بإشراف أمريكي في موضوع كاركوك والحديث الذي تحدث عنه الضيف في بغداد يتعلق بموظفه كاركوك أما بالنسبة لموازنة الأقليم فقطعت من 2013 إلى حد الآن في زمن سيد اسمح لي أن نتوقف هنا لأنه يعني في تفاصيل كثيرة حول هذا الخلاف حتى نبقى في إطار موضوع الاستفتاء سيد بكيرا تجان فعلا يعني في تغير نلمحه على الأقل في المصطلحات التي تتحدث بها سياسيا أنقرة يعني حتى هذا نعكس على حوارنا ضيفنا من بغداد يقول موقف أنقرة واضح وضيفنا من أربيل يقول أنه في أنقرة فعلا في موقفها واضح وفيها سياسيون وقلاء أحسن من يعني قوى إقليمية أخرى أنا لا يبدو لي واضح طالما أنه يعني في طرفين بعكس بعض يقولون أنه واضح هل أنقرة تنتظر طالما أنه في رفض أمريكي ما في داعي أن نتصدر للمشهد ولكن إذا صار في ضوء أخضر أمريكي لكل حادث حديث طبيعة تركية تنظر إلى شمال العراق بأنها سوف تحل المشكلة بين بعضها البعض مع الحكومة المركزية ومع الحكومة حكومة شمال العراق ولكن للأسف ضيفك يريد شيئا تنتهي بسرعة ولكن يجب أيضا أن نفهم جيدا بأنها ليس بالأمر السهل وبهذه السرعة أن تنتهي علما بأنه كرر مرة ثانية بأن مطالبة الأكراد في تركيا سوف يكونون إلى جانب الأكراد في تركيا ولكن نقطة مهمة أسارها إذن هل إذا أريد أن أسأل هذا السؤال وأريد إذا كان في إمكاني أن يجاوبنا ضيفك العزيز من أربيل في حال المكون الكردي كان المكون من بعض العرب في العراق وأعطي لهم بعض الحقوق إلى جانب اللغة وإلى جانب أمور ثقافية كثيرة حتى الجواز السفر يكتب باللغة العربية وباللغة الكردية في حال هناك التركمان عددهم 2.5-3.5 مليون بعد استقلال شمال العراق هل سوف يعطونا نفس الحقوق لأن هذا العدد سوف يكون كبيرا وتركيا طبيعيا سوف تكون إلى جانب التركمان الذين يعيشون في شمال العراق إن كانوا في أربيل إن كانوا في كاركوك إن كانوا في ديالة إن كانوا في خنقين أو في موصل أو في المناطق الأخرى هل سوف يعطونا نفس الحقوق التي طالبوها من الحكومة المركزية لحد الآن هل سوف يسمحون لهم أيضا في حال فيما في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة باستقلال ذاتي هل يسمحون لهم أيضا أن يأخذوا موقفا ضد الحكومة الجديدة أو ضد الدولة الجديدة التي تكون في شمال العراق الدولة الكردية نحن خلينا في موضوع الاستفتاء يعني في الاستفتاء لا 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 لم تكن افتراضية في حال في حال استقلال العراق هذه سوف تكون طلبات فضل باستاذ باكير نعم لا لا خليه استاذ باكير في حال استقلت شمال العراق هذه الطلبات سوف تطلب من الحكومة الجديدة أقصد شمال العراق لما تستقل هذه الطلبات التي يطالبون بها من الحكومة المركزية سوف تكون هم حكومة مركزية والأقلية التركمانية زي الأكراد الآن هل سوف يعطون نفس الحقوق التي أخذوها من الحكومة المركزية حتى الآن بما فيها العلم وضح السؤال لأن العلم التركماني لن يقبل في كاركوك على سبب المساعد وضح السؤال يعني هناك ضغوط خاصة ويطالبون نفس الحقوق من تركيا للأكراد إذن هناك تناقض لن يسمحوا للتركمان ولكن هم يطلبونها من تركيا في جواب عند أستاذ أنس باختصار لو سمحت أستاذ أنس أستاذ بكير العزيز أنا عندما تكلمت عن المشكلة الكردية في تركيا يظهر أن أكلمتها فانقاضي تماما أنا قلت نحن عامل إيجابي للمشكلة الكردية في تركيا لا نؤثر عليها سلبا لا على الطرف الكردي ولا على الطرف التركي هذا أولا الشغلة الثانية بالنسبة لموضوع التركمان والمكونات وليس الأقليات نحن في كردستان لا نسمي أي أقلية بأقلية نسميهم مكونات احتراما لوجودهم نحن ليس بعد الاستقاءة ولكن من 2003 ومن 1991 ولحد الآن مستمرين في إعطاء المساواة الكاملة لكل مكونات كردستان سواء كانوا تركومان أو كانوا مسيحيين أو كانوا عربا أو كانوا من أي مكون ليس هناك علام تركوماني أخي هناك علام لأحزاب تركومانية ليس هناك علام تركوماني وموضوع السياسة إنكارها لا أقول لك لا يا أخي كانوا في تركيا بلدهم في علام كردي أخي باكر أخي باكر أخي باكر هذه المسائل الصغيرة يمكن مناقشتها لكن هناك مشكلة جدا كبيرة أو نقطة كبيرة مهمة بالنسبة لتركوماني يعني تتناقض مع نفسك يا سيدي توجد علام للأكراد توجد لقليات الأكراد أعطني مجال أعطني مجال أوضح لك نقطة مهمة جدا ووضح لك كما تطلبون الديمقراطية لأنفسهم أوضح لك نقطة مهمة جدا سيد باكير سيد باكير أعطني مجال خلي أوضح لك نقطة مهمة نقطة جدا مهمة بصميم التخوفات التركية بصميم المكونات في جملة واحدة نستطيع أن نذهب لبغداد عشان موضوع الاستفتاء نحن مش موضوعنا التركومان التركومان يمثلون يمثلون نقطة تخوف ونحن نتفهم هذه النقطة بالنسبة لتركيا ومع ذلك أقول لسيد باكير وجود التركومان في العراق قسمهم إلى التركومان السنة والتركومان الشيعة لكن وجودهم في كردسان مستقلة سوف يمسح موضوع المذهبية بين المكونات التركوماني وهذا بحد ذات إيجابة هذه موجود بالنسبة للأكراد أيضا يا سيد للأكراد موجودة شيعا وموجودة سنة سأذهب لأبدال دكتور حسين لا يوجد تمييز مذهبي عندنا رجاءا دكتور حسين حتى نخرج بموضوع التعهدات وغير هذا الموضوع الآن في عنا أيضا تهديدات من الحشد الشعبي لعملية الاستفتاء على الأرض هل تعتقد بأن الحكومة العراقية تخشى من خروج الموضوع عن السيطرة أم أنك ترجح أن يكون هناك تدخل أمريكي فعلا من خلال ضمانات وغير هذا الكلام لتأجيل الاستفتاء على الأقل من أجل كسب مزيد من الوقت ما رأيك أنت؟ أولا علينا أن لا نقلل من خطابات الحجد الشعبي حقيقة تجاه هذا الموضوع وهناك مناطق أنه تمازج اجتماعي حصل هناك تدافل ما بين قوات البشمرقة وقوات الحجد الشعبي لكن بالمقابل أنا الآن حقيقة مطلع على الموقف الأمريكي بصورة كاملة جدا وأنظر أن هناك من يريد أن يغلف الحقائق بخطابات مفتوحة أتوقع أن الجالب الأمريكي واضح جدا قال أن الاستفتاء لن يحدث هذه نقطة راسطر قدم تقرير إلى الرئيس الأمريكي قبل فترة من البنتاجون وقيل أنه سلوك القوات سوريا الديمقراطية في سوريا وفي العمليات العسكرية يديرها التحالف الدولي أصبح في بعض الأحيان متمرد ولذلك أعطيه للجانب العربي داخل قوات سوريا الديمقراطية توازن في إدارة العمليات على جبه السورية وهذا بالتالي يفسر لنا أن هناك تملم الأمريكي واضح جدا من السلوك والنهج لكل القوى الكردية في الشرق الأوسط هذا واحد والذهاب باتجاهات حادة قد يعقد المصالح الأمريكية التي هي مصالح استراتيجية لولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد الجميع أن يشارك بالحملة العسكرية وهذا واضح جدا بدون جدال وبدون اللف والدوان على هذا الموضوع وبالتالي الذهاب على أكثر من ذلك أتوقع هذا رفع لسقف المطالب وهذا نعلم حقيقة في علم السياسي والتفاوض السياسي طيب سيد أنس انتهى وقتي صراحة لكن أريد منك إجابة مختصرة جدا في دقيقة في موضوع يعني لأننا نستطيع ندخله هناك من يقول بأن هذه مناورة سياسية داخلية هناك بعض القوى ربما ولو قيانة قليلة في كردستان العراق تقول بضرورة التريث والتنسيق وتقول بأن القوى الكبيرة هي التي تلعب على هذا الوتر من أجل الخروج من أزمة دستورية موجودة في انتهاء مدة الرئاسة الإقليم والبرلمان المعطل كيف ترد على هذه الاستفسارات باختصار شديد؟ أخي الكريم بالنسبة للاستفتاء اللي لا دخل لها بالمزادات السياسية بين الأحزاب الكردية إطلاقا الأحزاب التي تبنت الاستفتاء مجبرة الآن للذهاب إلى إجراء الاستفتاء وإلا سيعتبر انتحار سياسي للأحزاب التي تبنت هذا الإجراء فلذلك موضوع أن هذه مزادة سياسية للأحزاب الكردستانية هذا شيء بعيد جدا عن الواقع ذهبوا أكثر من ذلك وضعوا نفسهم في موقف لن يستطيعوا انسحاب منه وحتى لو كانت مزادة سياسية فهي مزادة سياسية أصبحت لصالح الشعب الكردي بكل الأحوال شكرا لضيوف جميعهم أشكر من أربيل الكاتب الباحث السياسي أنس محمود والشكر الجزيل أيضا لضيفنا من بغداد أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين دكتور حسين علاوي والشكر أيضا لضيفنا من أسطنبول الباحث في معهد إسطنبول للفكر بكير كلمة واحدة أخيرة أشكرك اطلعنا من الموضوع انتهى الوقت وصلت بكير في المرة القادمة أعيدك بأنه رح نحكي حول الاستفتاء ما عدت لنا جملة ما عدت لك الوقت كافية سيد العزيزة حكينا طب يا جملة واحدة نتيجة الاستفتاء مهما كانت الأسباب نعم عفوا لو كانت نعم أو لا النتيجة سوف تكون نزاع بين الحزاب الكردية بين بعض مالبعض وبين الأكراد في الأيام القادمة سوف نجد صراعا كبيرا وعلى رأسها شكرا شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة في اللحظات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر